اذا اقول لحضراتكم المهاردة ان معبر رفح عبر منه عشرات من المصابين الفلسطينيين بالمرافقين بتاعهم وان تم نقلوهم بسيارات الاسعاف الى عدة مستشفىات مختلفة زي ما قلنا لحضراتكم منذ بداية الازمة مصر خصصة كذا مستشفى سواء بقى في مستشفى العريش العام والشيخ زويد او تلات مستشفى 30 يونيو او التضامن والحياة في بورفؤاد وفي بورسعيد فكله بيتحرك بنقل الجرحة طبقا للاختصاصات اللي هم طلبينها لان في جرحة جايين الحقيقة تعبنين جدا مجمع الطبي في الاسماعيلية ايضا وفي السويس استقبل من هؤلاء الجرحة فمصر بتستقبل على المعبر ثم تقوم بتوزيعهم طبقا للاحتياجات الطبية بتاعتهم وما زال العالم يتساءل مش يتساءل بقى ردود الفعل بتاعت الامم المتحدة وبتاعت العديد من الجبهات والجمعيات الانسانية تجاه القرارات اللي اخذتها بعض الدول ضد منظمة الانروا لسه مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر